السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من كورس الصوتيات مع سابريم وتعلم انجليش اونلاين النهاردة ان شاء الله عندنا درس جديد عندنا اصوات حرف ال ا احنا كنا خدنا قبل كده الصوت الاساسي الشورت القصير من حرف ال ا وخدنا الفرق بينهم وبين ال ا وكنا دخلنا معاهم كمان حرف ال ا النهاردة ان شاء الله هنرجع مراجعة بسيطة كده على الصوت الاساسي لحرف ال ا وهنكمل باي اصوات حرف ال ا يولا بينا نبدأ حرف ال ا لتلات اصوات اول صوت عندي اللي هو الصوت الاساسي لحرف ال ا الصوت الاساسي لحرف ال ا ده لما بلاقي ال ا الوحده جوه كلمة من غير حرف متحرك تاني بعده او قبله فده هنطقه ازاي الصوت الاول من اصوات حرف ال ا بفتح بوقي فيها فتحة خفيفة بتبقى ا زي سات باد نات اه اه يبقى هنا نطقطها اه اه سات سات اه باد باد اه نات نات والبريتش بينطقوها نات لكن الامريكان بيكسروها قصرة سنة صغيرة بيقولوا نات نات البرتش نات الامريكان نات نات يبقى ال اي هنا بتعمل بانطقها ازاي اول صوت اول صوت لحرف ال اي بانطقها ا ا طيب عشان نعرف الفرق بين الثلاث اصوات الاي وال اي وال اي هناخد كلمة واحدة فيها الثلاث اصوات عشان نفرق بينهم لان حرف ال اي بيبقى صوت وسط بين الاي وبين الاي هنا الاي بكسرها سات سات الاي بفتحها فتحها خفيفة سات سات الاي بمدها زي الف المد سات 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 وهكذا وده يا رب كده تكونوا عرفته الفرق بين الثلاث اصوات ويكون واضح صوت حرف الاي يبقى الصوت الاولاني الحرف الاي الشورت ايه ا ا ا ا طب الصوت التاني الصوت التاني بقى الاي بانطقها كسرة زي ياء المد في العربي اي ودي بتبقى في ثلاث حالات الحالة الاولى لو الاي جي بعدها اي تانية اي بلاس اي 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 تطنطق اي لو جي بعدها اي اي بلاس اي تطنطق اي لو جي بعدها اي اي بلاس اي تطنطق بره يبقى الاي بنطقها قصرة بكسرها قوي زيها زياء المد في ثلاث حالات اي بلاس اي اي بلاس اي اي بلاس اي زي كده يا جماعة اي بلاس اي زي الامثلة اللي عندي عندي هنا سي شايفين كسرتها زي اي سي ميت فري يبقى هنا كسرتها يبقى اي بلاس اي بنكسرها اي سي ميت فري نفس المد لو الاي جي بعدها اي اي بلاس اي هتبقى برضو اي زي ريد برضو اي كسرتها ريد تي بليز كسرتها تالت حالة باكسر فيها ال اي لو جي بعدها اي اي بلاس اي زي ريسيف اي بلاس اي هنا كسرتها ريسيف هنا سي لنج اي بلاس اي كسرتها يبقى الصوت التاني من اصوات حرف ال اي لما تكون عندي ال اي بلاس ثلاث حاجات اي بلاس اي اي بلاس اي في الثلاث حالات دول بانطق فيهم الإي مكسورة وكده يبقى خبنا صوتين من أصوات حرف الإي بس في حاجة بقى عايز أقولكو عليها الصوتيات في اللغة الإنجليزية يا جماعة ملهاش قاعدة بنسبة 100% يعني مثلا القواعد اللي احنا مندرسها دي كلها بتبقى تقريبا بنسبة 95% تقريبا لكن عمرها ما هتبقى 100% لأن احنا بنتعلم لغة يا جماعة واللغة دايما بتبقى فيها شواز وفيها تغيرات فالكل قاعدة شواز يعني مثلا عندي كلمة هد رأس بنكتبها بالشكل ده فيها في النص إي آي وإحنا قلنا الإي بلاس آي بتنطق قسرة إي فهنا مش هينفع أقولها هيد لأ هي تنطق هاد طب انت كده غيرت النطق بتاعها أيوة لأن دي من الشواز بيبقى دايما إحنا عندنا في كل قاعدة بيبقى ممكن يكون ليها شواز ولو بنسبة 5% لكن قاعدة الصوتيات مش بتسري بنسبة 100% لكل قاعدة شواز فاللي بنصح بيه إن إحنا دايما أي كلمة تقبلنا نسمعها من القاموس يا جماعة نسمعها عشان نتأكد من القاعدة بتاعتها ونتأكد من نطقها وكمان الأفضل إن إحنا كمان نقرأها طب هنقرأها إزاي في عندي اللي هو الرموز بتاعت الصوتيات الفوناتكس الرموز دي الرمز لما بشوفه بعرف هو هنا بتطنيتي إزاي فأنا هتديكم الرمزين بتوع الصوتين اللي إحنا أخدناهم عشان لو شفتوهم في أي دكشنوري تعرفوا دي بتدل على أن يصوت فيهم الرمز بقى أصوات حرف الإي الرمز الأول للصوت الأول لحرف الإي في الدكشنوري بيبقى ليه شكلين الاتنين بيبقى ليهم نفس النطق لإما بيبقى بشكل الإي بالشكل ده كده لإما بيبقى شكل الثري المقلوبة والاتنين صح لاتنين نطقهم نفس النطق بتتنتق أ أ أ أما صوت الثاني الإي المقصورة فهو بيبقى بالشكل ده في القمص زي الواحد وجنبه نقطتين كده إما بلاقي الصوت ده أعرف إن الإي هنا مقصورة زي المد إي وبكده يبقى خلصنا أول صوتين من أصوات حرف الإي ناقص الصوت الإي ناقص الصوت الثالث هنقول عليه دلوقتي أما بقى الصوت الثالث من أصوات حرف الإي هو الصوت الساكن اللي يعني إيه؟ يعني ما بنطقش الإي أصلا ثالث صوت من أصوات حرف الإي اللي هي الإي الصامتة اللي مش بنطقها أصلا يبقى عندي صوتين من أصوات حرف الإي أ وإي دول بتنتقوا الصوت الثالث من أصوات حرف الإي دول اللي أنا أصلا مش بنطقوا امتا ما نطقش الاي امتا الاي تبقى silent ما تتنطقش في حالتين الحالة الاولى لو الاي جي بعدها يو الاي لو جي بعدها يو مش بنطق الاي زي ايه زي يوروب عندي هنا يوروب اللي هي قارة اوروبا او اوروبا عندي يوروب بدأ باي يو في الحالة دي مدام الاي جات بلاس يو فانا مش هنطق الاي هقولها يوروب تمام عندي كمان كلمة يورو اللي هو عملة اليورو هنا برضو الإي جت بلاس يو فما نطقتش الإي عشان جي بعدها يو بقول يورو يبقى لو جت الإي بعدها يو مش بنطق حرف الإي ودي بتبقى قليلة قوية قليل لما بتيجي في الإنجلش الإي بعدها يو بس لو جت إي بعدها يو مش بنطق حرف الإي طيب اي تاني لو الإي جت في آخر حرف في الكلمة يعني لو الكلمة آخرها إي مش بنطق الإي زي إيه زي ميك اهه كلمة اخرها ايفا مش هنطق الا قلت مايك ما قلتش ميكي لا لك قلت مايك ما نطقتش الاي عايس عايس ما نطقتش الاي يبقى الاي لو جات اخر حرفة في الكلمة مش بنطقها تمام؟ بس لو بقى برده مش بتتنتق بس لو جي قبلها سيكن و قبله متحرك هي بتعبي بيبقى لها تأثير عالمتحرك اللي قبلها الحرف اللي قبلها بتأثر عليه بتخلي صوته طويل بتديه صوته الأصلي وده هنلاقيه بالتفصيل في حلقة الماجيك اي وهسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف الاي لو جاء قبلها سيكن لو جاءت اخر حرف في الكلمة وقبلها سيكن والساكن ده قبله متحرك فهي بتدي للصوت المتحرك صوته الاصلي يعني مثلا الاي احنا قلنا بتطنتق اي لكن هنا هرجعها لصوتها الاصلي اللي احنا نطقناها بيه في الالفابت في حروف الاي في حروف الهجاء قلت اي قلت اي فهنطقها اي صوتها الاصلي فهتبقى ايس ما قلتش اس قلت ايس هنا برضو حرف الاي ما قلتش اي زي الاف المد لا هقول اي ميك نطقتها اي زي ما بنطقها في الالفابت بالزبط يبقى الكلمة لو انتهت بيه قبلها سيكن قبله متحرك الاي دي بتأثر او ما بتتنطقش بس بتأثر على الفول اللي قبلها بتديره صوته الاصلي وزي ما قلنا تفاصيلها كلها بشرحها مع كل الفولز وتأثيرها عليها هنلاقيها في حلقة الماجيك اي يبقى الإي آخر حرف في الكلمة ما بنطقهوش لو جات الإي في آخر الكلمة مش بنطقها تبقى إكسيبشن صغير أو استثناء صغير بنطق في حرف الإي مكسورة لما تيجي آخر الكلمة بس أنهي كلمة لو الكلمة دي كانت بتتكون من صوت واحد بس قبل الإي يعني مثلا زي إيه عندي هنا بي قبل الإي جي صوت واحد بس صوت حرف البي اللي هو ب فبالتالي الإي هنا لازم أنطقها مكسورة عشان عرف أنطق الصوت فهتبقى بي هنا حرف الـ H جبع دي E فبالتالي هو صوته ها ها فمش هقول ها فلازم أنطق الـ E فهتبقى هي طب هنا برضو عندي S H جات قبل الـ E طب أنتوا هتقولولي دول حرفين الـ S والـ H هقولكو آه بس الـ S H هنا الاتنين بيتنطقوا صوت واحد بس اللي هو شا شا فالاتنين لهم صوت واحد بس فبالتالي لازم أنطق حرف الـ E فأنطقها مكسورة هتبقى شي يبقى في حالة واحدة بس بأنطق الـ E مكسورة لما تيجي آخر الكلمة لو كان قبلها صوت واحد بس غير كده ما بأنطقش حرف الـ E طيب مراجعة كده خفيفة بقى على أصوات حرف الـ E أول صوت لحرف الـ E الصوت الشورت القصير الأساسي بتاعه وأنا بفتح فيه بقى فتح خفيفة فبقوله آه آه تاني صوت لو هكسرها زي ياء المد ودي بتيجي في ثلاث حالات بأنطقها E دي لو جي بعدها E لو جي بعدها A لو جي بعدها I في الثلاث حالات دول E E E A E I بقول E تالت صوت الصوت الساكل اللي ما بنطقش فيه حرف الـ E أصلا وده إمتى بقى لو حرف الـ E يبع دي U مش بنطق الـ E ولو حرف الـ E جي آخر حرف في الكلمة ما بنطقش الـ E معادة حالة واحدة بس لو كان قبله صوت واحد بس وكده يبقى خلصنا كل أصوات حرف الـ E أتمنى أن الحلقة تكون كانت سهلة عليكم وتكونوا استوعبتوا كل أصوات حرف الـ E ولو عجبتكم الحلقة ياريت ندعم الفيديو باللايك عشان يوصل لأكبر قدر من الناس ونكتب رأينا تحت في التعليقات ولو لسه ما اشتركناش في القناة نجري بسرعة ندوس على اشتراك القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل درس جديد